فشل وكأن نتنياهو أصيب بلوثة يعني ما يحدث هو ينتقد الجميع سواء ينتقد أفراد حكومته خاصة بعد تصريحات وزير الزراعة اللي تكلم فيها عن نكبة جديدة ده أشعل المظاهرات في مختلف بلدان العالم شفنا برلين شفنا بيوكسل شفنا لندن كل ده بيتكلم عن نكبة جديدة وكأن سيناريو التهجير أصبح علنا يعني بتتكلم فيه الحكومة الإسرائيلية والقائمين عن الحكومة الإسرائيلية علنا أدام لمجتمع الدولي كله يعني هو نتنياهو لن يتراجع لن يتراجع لأنه في البداية هو يعني تم أعطاه الضوء الأخضر في أن يقضي على المقاومة ولن يستطيع ولكن ما يدور داخل الشارع الإسرائيلي هو قلب نظام الحكم كما يقال داخل إسرائيل الأسباب عديدة أن نتنياهو لديه قضايا فساد داخل إسرائيل ومعرض في أي لحظة حتى مع القوانين التي استحدثوها للإبقاء عليه ولكن حتى الآن الشارع الإسرائيلي منقلب وحتى داخل الكابينيت وداخل الكنيسة منقلبون على نتنياهو بسبب سياساته الخاطئة والتي ستجر إسرائيل إلى الهاوية لأن ما يفعله نتنياهو سواء كان في غزة أو سواء في تعامله داخل الشارع الإسرائيلي وداخل الوزارة لن يرضي الكثير من الوزارة سواء كان وزير الزراعة أو وزير الدفاع أو العديد من القادر السياسيين داخل إسرائيل حتى الإعلام حتى الكتاب حتى الصحفيين داخل إسرائيل منقلبون حتى في الأرقام التي ذكرت عن خسار الاحتلال هم يعلنون أرقام ووزارة الدفاع تعلن أرقام هناك اختلافات كبيرة نتنياهو معرض لأي لحظة للإقالة بعد فشله في الأدوان على غزة واسترداد حتى موضوع الصفقة هو لا يريد صفقة لأنه داخل حرب وراهن أنه سيخدع المقاومة ولكن أي مقاومة أو أي بلد محتلة المقاومة مشروعة طالما أنت محتل فالمقاومة موجودة أن يخدع المقاومة هذا صعب جدا لأن المقاومة فكرة متغلغلة منذ 1964 في دم الشعب الفلسطيني ككل فموضوع القضاء المقاومة صعب في ظل أن المقاومة تعطي لنا مثالا للدفاع عن الأرض الفلسطينية وكل المخططات التي يحاول نتنياهو وغير نتنياهو لن تمرر على شعبنا والدليل أن الشعب الفلسطيني يدفع بدماء أطفاله ونسائه والمناسبة بأن الأطفال والنساء هم 70% من الشهداء الذين سقطوا فموضوع نتنياهو داخل إسرائيل لا نتنياهو معرض في أي لحظة لتقديمه للمحاكمة بسبب ما فعله في الشارع الإسرائيلي وفي الأدوان على غزر شخص مباشر